السلام عليكم معكم محمود إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومسيئات عمالنا ما يهدي الله فالمضل له وما يضلل فلا هديا لو بإذن الله ثم ما بعد برسلات والسلام على سيدنا محمد عليه السلام نبدأ حالتنا معاكم وعلى بركة الله تعالى إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بضعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومقلة وكفة خير مما كثرة وقالها عندك في روسيا مميزات كتيرة للزواج من روسيا تكلمت عليها في حالات سابقة عندك في روسيا برضو مميزات للمعيشة في روسيا نفسها برضو تكلمت عليها في حالات سابقة ولكن النهاردة أنا جايب لك بقى مكسما بالتنين حاجة جديدة يعني حضرك مسلم ممكن مش متعاود قوي إنك صلي في الجامع بس إن ما يبقاش في جامع في البلد ده ميرايحة مش حاجة مريحة طيب يبقى الحل إيه؟ إن الناسكم في منطقة مش بعيد عن الجامع أو نعرف الجامع اللي هو الصغير أو البيت المسلمين اللي في المنطقة اللي بيصلي فيه الأسبك والتجيك والناس المسلمة اللي موجودين في المكان بيبقى بيت أو شقة دور أرضي بيعملوها وقت صلاة الجمعة مكان للصلاة ممكن في الصلاة برضو المكتوبة مغرب عيشة تلاقيهم برضو شغالين حاجة زي جامع كده إيه؟ حاجة لوكل كده حاجة بلدي يعني فده حل الموضوع الصلاة طيب موضوع الجواز واحد يقولك بصص الجواز في الزاكس ده مش شرعي أنا عايز زواج الشرعي بتاع الجامع الجامع موجود برضو تقدر تعمل زواج شرعي ونكاح عادي جدا زي ما بيعملو تجيب شهود وأهلاي وحضرين وتبقى الدنيا حلوة جدا ممكن تعملو زفاف إسلامي لو عايز في ناس مسلمين هنا بيعملو زفاف إسلامي طيب فقعد يقولك مثلا إيه طب افرض الجواز واحدة مش مسلمة وبعد كده أسلمت بعد الجواز أو قبل ما الجواز اتفقت تخش الإسلام وكده وأشهرت إسلامها طيب اللي لسه أعلمها بقى من أول وجديد وبتده يا أخي مش هتغلب قوي في الموضوع ده هو طبعا صعب ومشور طويل بالذات لو حضرتك عزلها عن المجتمع أو قلت لها لا أعزلي بقى صحابك ومعارفك وبتاع فاللي هو أنت محتاج تبنيلها مجتمع مسلم عشان تعلم منه مش كفية أنها تشوف في اليوتيوب دروس طيب عملت كده واستفدنا آه فعلا بدأت لها مجتمع وبدأت تصحب على ناس مسلمين وتروح الجامعة وتعرف على ناس في صلاة الجمعة وبتاع أه ودي ملاتك صلاة الجمعة لأن في ستات تروح صلاة الجمعة وتروح تصلي في الجامعة وتتعرف على ناس جديدة سكنين قريب منها بتاع بتتعلم منهم ما تضمنش أن طبعا كلهم يكونوا على خلق قوي يعني بس أهو سلمة ولا سلمة وبنتعلم من أخطاءنا مع الوقت لكن من الحاجات بقى اللي هي بتبقى قاسمة ومحتاج أنها نبهت لها أن واحدة ممكن تكون تخش الإسلام وليها أصدقاء مسلمين كل حاجة بس هي بتحتقر الثقافة العربية أو الإسلام بالطريقة العربية ما بتحبهاش عندها يعني ما تجي تفرجها مثلا على حاجة مترجمة بالروسي تفرج عليها مفيش مشكلة لكن حاجة مثلا شيخ أو كده وانت هترجم لها تلاقي قرفان ومش حاجة تفرج فهي الثقافة بتاعتك بشكل كده هي مش قبلها لو واحدة بالمنظر ده تتجاوزهاش أصلا يقولك حتى لو أسلامت حتى لو قالتك هايسها بقى مسلمة الفوقية دي لأسف غالبا مملهاش عليك بتعيش العمر كل اللي عندها شمئنة وقرف من الثقافة العربية يعني مش هتابل الإسلام مع الوقت يعني قبلك كده بس عشان بتاخد الدفع أو القصور الذاتي علشان بتحبك عشان عايزة تتعيش معاك لكن ثقافتك هي متحبهاش ومع الوقت هتضم الاتنين على بعض علاقتها بيك مع الثقافة اللي هي ما بتحبهاش وهتبقوا أنتوا مع الوقت حاجة واحدة اللي هي ما بتحبهاش لكن إنها هتغير دماغها والعنصرية أو الفوقية على الثقافة العربية اللي هي فيها الإسلام والعادات الإسلامية تبقى دايما رفضها من البداية لحد ما حد مسلم في روسيا يقول لها لا دا عادي دا بنلبس الحجاب كده دا ومسلا بنلبق لها لازم نغطي مش عارفه لازم يبقى الشفاف لا دا الصح دا ما لهاش علاقة بالثقافة العربية دا ليها علاقة بالإسلام تقول لهم بس المسلمات أصلي بيلبسوا كده هبقى زي زي المسلمات سمعتها بودني شفت بعيني واحدة بتقول كده تقول له يعني هلبس اللبس الفتفات دا وبتاع زي الستات المسلمات وأرفانة كده وبتاع فالست بتكلمها كانت بايع في محل فبتقول لها دا اللبس الشرعي لو عايزة لبس اسلامي شرعي وبتاع قلت له اه عشان جوزي قال لي لازم يبقى كده وبتاع طب جوزك ايه منين؟ من بلد عربي يعني مش هول بلد ايه فقلت له طيب ثقافة بلد وكده قلت له اه مش هلبس زي بلدهم فطبعا المثال دا عارفه بشوفه كتير جدا بس طبعا ايما اتكلمت اول حاجة هلبس زي العرب انا عرفت على طول الشخصية دي عاملة ازاي وعرفت حياتها مع جوزها ممكن تكون تخيليا كده عاملة ازاي الراجل متفعوية بتحبه جدا وبتاع بس مع الوقت غالبا مش هكمله مع بعض طيب نيجي جوز بقى المميزات ام تتجاوز واحدة صح اسلامها او هي مسلمة اصلا وبتاع بقى يعني هتصحيك للصلاة هم على فكرة المصليات هنا في روسيا ما شاء الله تاتريات او شيشانيات او دغستانيات او روسيا اي جنس هنا بيحافظ على الصلاة بيلتزموا بيها جدا وبتنزم جوزها بيها فعلا اللي بتصلي هنا غالما ما بتبطلش صلاة دي حاجة انا يعني شفتها كتير ممكن ما تكونش صحيح عالكل ولكن الاغلب اللي شفتهم كده المرأة الروسية بالزيتها ما بتحافظ على الصلاة ما بتسيبهاش فهتلاقي واحدة بصحيك وتفوقك وتنبهك لموعيد الصلاة اللي انت مش متنبه لها احيانا ولو تأخرت في صلاة ولا حاجة وبتاعت لقاء بتكلمك وتبعت لك على الواتساب صليت العصر انا عارف انت ما بتشغل مع اصحابك بتنسى منبهك فدي ميزة كبيرة جدا دي واحدة بتاخدك للجنة يا راجل انت عايز تاني في حاجة اغلى ولا اعلى من كده واحدة بتنبه جوزها للصلاة بيتبنيلها اصور في الجنة وجوزها لو مش وراها هيتبنيل اصور زيها دي ميزة لوحدها تتقل بقد ايه تقلها انت شوف تمانها ايه ان واحد مش بس مراته مصلية يعني كمان بتحرده على الصلاة وبتنبهه لما يتأخر فيها وممكن تكون بتفكرك كمان بالورد بتاعك بتاع القرآن بتاعك كل يوم دي ميزة برضو اضف الى ذلك لو هي سيلف انشتف كده واحدة بقى خلاص مش اتعدار بزبط التراك فتلاقي كل شوية بتزبط لبسها للحشمة اكتر انت مش محتاج تقول لها لا مثلا ما تحطيش مكياج تقول لك لا انا كنت بحط حاجة في عيني وبتاع بس بطلت عشان قريت انها حرام هي مع نفسها بتزبط وفي وقت كده تقول لك لا بص انا بقيت قلبس في طفاض عشان بصراحة المحزة بقدم بقى اشي ناسبني واحدة برضو قلت لها تخنت شوية كده بتقول لك لا المفروضة المرأة المسلمة تكون حلوة في عين جوزها فبدأت اعمل تدريبات في البيت كده عشان اخس وبتاع لان اكيد انت مش هترضى مراتك يكون لها كرش مثلا او ارضها كبيرة هي من نفسها انت مقلتش حاجة فانت هتبقى مبهر ايه ده ده حاجة وماتيكي كده انا بالريموت كنترول من غير ما دوس حاجة كده اللي انا بتمنى هي بتعمله هي عارفة اخطاء هي قبل ما انا ما حس بيها مثلا ايه تقول له نام بدري مثلا عشان انا هصحيك على الفجر تزبط لك يومك وتزبط لك ايامك وحياتك وصحتك فالمرأة المسلمة هنا عندها ربط الاسلام بالحياة انتليجنت قوي ذاكي جدا لانها اخت الاسلام بكفها مش طغط مجتمعي ده بالعكس ده يما اسلامت في وظائف كتير تقفل سفوشة معناها ايه انها لو انت موظفة في مثلا في حكومة في وزارة مثلا المالية ولا شغالة في الضرائب وقررت ترتدي الحجاب او واحدة في النيابة واحدة كانت اعرفها يعني شغالة في النيابة اول ما ارتدت الحجاب قالولها لا مش هينفع هو ايه اللي مش هينفع قالولها انت اخر اخر السنة دي هنصرف لك المكافأة وخلاص مش هو ايه مش شغل اشتغلت محامية بعد كده دي واحدة مشهورة على فكرة في باشكرستان واحدة برضو ايه اه كانت شغالة في الضرائب برضو قالولها لا دي جهة حكمية مفعش حجاب وبتاع ده طب اعملي كذا يعني احاولوا ايه هاتلهم لا خلاص انا هستقيل هشيل من عليكم الحرج وبتاع قالول اصلا هننقلك بقى في حتة تانية سيبي الوظيفة دي او هنمشيك من الوظيفة يحطك في وظيفة تانية محدش يشوفك اه 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 دي يا عم طبعا مش معناها ان المحجبات ما لهاش وظيف خالص في البلد لا هو اصلا الي مش محجبة والمحجبة في مدن صغيرة ما فيهاش وظيف لكل الا وظيفة الايل فما بالك محجبة كمان فبيبقى الموضوع صعب جدا فبيشتغله شغلانات مهنية اكتر منها يدوا محاضرات يدوا مش عارف ايه تشتغل ربيتيتورة تدرس الأطفال دروس خصوصية حاجات كده يعني دروس أونلاين تدرس لغة إنجليزية لغوصيات كتيرة بتشتغل موضوع محجابة وغيرها لكن لو عايزة شغلنا بقى من الشغلات التعبان اللي هو تعمل شاورمة تشتغل سورتسة إنه ما ديه محجابة عادي تشتغل محجابة مفيش مشكلة تشتغل سورماركت تشتغل سبورشك زكازوف زي ما بتاع الدليفري أو بتاع التوصيل ده برضو محجابة عادي ما بتفرقشي فاللهو بتنحصر عليها الوظيف فتخيل واحدة غالبا مش هتقولك وظيفتي وكريري لأ وظيفتي وكريري غالبا هتشتغل حاجة أونلاين والمحجابات والمسلمات معظمهم شغالين كده وفيه منهم نجحين جدا في روسيا فأنت هتاخد ميزة إنها شغالة من البيت يعني عادالك متفرغالك بشكل كبير لكن لو أعدم مش متفرغالك دي مشكلة تانية يعني نتكلم في حالة لو مسلمة أطاقية وموصفاتها كويسة جدا ولكن مش متفرغة لجوزها حتة خطيرة جدا هكلمك فيها بعدين وإزاي نصلح في حالة تانية يعني ولكن ميزات الروسية هنا إن هي بتربط الدين بالحياة بشكل زكي وما هيش تحت ضغطه ومش مضطرة طب العكس المجتمع ضغط عليه عشان تبطل الحجاب أو ما تحتشمش ولكن مع كتر المحجبات والمسلمات في البلد بقى الموضوع عادي الضغوط قلت كتير فلذلك أقول لك يا أخي حضرتك معك أحكى بسكر معك كنز المسلمة ممكن تطلع منها حاجات كتيرة لأنها مش مضطرة ومش حتى نفسها وحطة في دماغها لازم موظيفة وأبقى في مكتب وكاريري هي ممكن تبقى عمل كاريرها وبيزنس مستقل وهي قاعدة في البيت دماغها ريئة مش تحت ضغط غير كده إن خلاص جزها ليه القوامة بصرف عليكي أنا مرتب ستين ألف هننعيش بستين ألف سبعين ألف و هننعيش بسبعين ألف فالحطة دي مهمة جدا للأسف عرب كتير بيهرب من المسلم عشان الحطة دي علشان ما هيش يعني مش هتبقى موظفة مش هتصرف علي من الآخر في واحدة محجبة ومتدينة ومسلمة بس أهلها أغنية فمعها فلوس على طول ما عندها دخل عندها شاقتين مأجراهم وبتاخد دخلهم وعدها ملكة واحدة عندها بيزنس برضو شغال كده أونلاين كل يوم بس بتراجع الزكاز وبتاع ده وتدي عليه أوكي والفلوس تنزل لها في حسابها وهي قاعدة نايمة وبتاع واحد شغال في السكلاد واحد تاني مش بيوصل هي ما بتعملش حاجة قاعدة صاحبة مال وصاحبة بيزنس أسسته وقاعدة هانم دي أمثلة حقيقية موجودة يعني محجبات مسلمات متزوجات من عرب فدي أمثلة بس ما تفترضش انها موجودة في الكل يعني فلذلك في عرب بالأسف بيستقل البنت المحجبة بيقول لك عمد غلبان شغلة بياعة ده بتاع مكافحة وبتاع مع أن ناتاشا وقلجا واليونة والحاجات دي كلها بيعات ووحدة بتاعت النظافة في الحمامات برضو يروح يجري وراها ما بقللش من قيمة الوظيفة او مش بقلل من قيمة الشخص اللي بيشتغل الوظيفة ولكن انا بقلل من قيمة الوظيفة نفسها يعني ينظف الحمامات ما أنت لو وحدك في بيتك هتنظف حمامك اللي هو بيستخدموا حضورتك أنت بس لكن من نظف حمامات اللي بيخشها الناس كلها أكيد وظيفة مهينة للإنسان يا رب يخترعوا اختراعات إلكترونية تغنين عن الموضوع ده ناس كتير تقول لك التكنولوجيا هتحل محل البشر ودي ههو التكنولوجيا بقالها سبعين سنة شغالة ومحلتش محل البشر بالعكس الوظيف بتزيد نوعية الوظيف بس هي اللي بتختلف فنرجع تاني الوظيفة الأوليلة أنا باهين وبيقلل من قيمة الوظيفة مش قيمة الشخص اللي بيشتغل الوظيفة الشخص اللي عايز يقلل من قيمته يروح يشتفل الوظيفة دي يقول لك هو لا أغيرها لو ما لقاش غيرها يشتغلها موقعها لحد ما لقاش غيرها لكن قاعدوا بالله تبكيف ده الخطر فبيبصوا لأسف على المحجبات والمسلمات إنها كده يستقل لها وبتعدها مع أن لو الروسية مشاعر بقى أو عنين زرق أو بتعدها تيجي تهي شغالة الشغلانة دي تبقى في عين ويا حلوتها يا جمالها يا راجل اتقي الله خد المحترمة اللي تفكرك بالصلاة مش التانية اللي تفكرك بالمسخرة كلامي خلص سبحانك اللهم وبحمدك أشهدوا لا إله إله إلا إستغفركوا أتوبوا لك نراكم على خير وفي خير دون وإلى اللقاء في حلقات قادمة بإذن الله في حظ الله السلام عليكم شكرا